بسم الله الرحمن الرحيم دي محاضرة خفيفة تتكملاً المحاضرة اللي فاتت نتكلم على النهاردة عن حاجتين اللي هي الصيانوجينيك او الصيانوجينيك جليكو صايد وعلى التايو جليكو صايد من اسبهها كده صيانوجينيك جليكو صايد اللي هي جليكو صايد التي تbuatه توكسيك جاز اللي هو هادروسيانيك اسد او هدروسيانيك اسد او simplific او دي اسم التالي بروسيك اسد الى اكثر من اسم فأي غلاكوسايد يأتي نتيجة الهيدروليسيز الـ HCN سيعتبره سيانوجينيك غلاكوسايد طبعا هنا هنا توكزامبرز هنأخذهم اللينمارين اللينسيد وهذا سميه الفاتيك سيانوجينيك غلاكوسايد والأميكدالين هذا اللي هو موجود في البيتر ألموند أو اللوتز المر الـ HCN بيطلع نتيجة الحاجة من الاثنين يأمر انزيماتيك هيدروليسيز أو نتيجة للأسد هيدروليسيز وفيه طبعا سبيسيفيك انزائم موجود هو اللي بيعمل هيدروليسيز للـ HCN هنا نبص مثلا على ده السيانوجينيك غلاكوسايد هنا نلاحظ هنا ان السيانوجينيك غلاكوسايد بالشرط يكون التاشد على الأجليكون عن طريق البيتر جلاكوسايد يدينا السيانوهايدرين وبعد كده السيانوهايدرين اللي هو فيه تريبل بونت بالهيدروليسيز بيدينا البنزالدهايد والـ HCN البنزالدهايدرين الأميجدالين هنا كمسال موجود فيه اتنين جلوكوز يونت يبدو له هيا الثانو FOR هذا الكلام مثال البنتعام One الجلوكوسايدرين خلص يعني لأنها فينا 2 جلوكوز يونت فلما بشيل 1 جلوكوز يونت بيدينا 2 جلوكوسايد وهكذا خلاص فالبيتا جلوكوسايداز بتعمل كاتاليسيز او هيدروليسيز للامجدالين يدينا جلوكوز زائد بروناسين فهنا البرونسين يعتبر 2 جلوكوسايد وبعد كده انزيماتك هيدروليسيز بتاع البرونسين او الاسد هيدروليسيز هتدينا المانديلونيترايل وبعد كده فيver فاينالي قد بيدينا هنا خطوات وهي ف��تا دول في انزيم اماجدالين لما يحصلوا هيدروليسيز عام طريقها الاميجدالين هيدروليس بيدينا بروناسين حتي قَكَ ديكو صعيب وبعد كد في اوجود البرونسين هيدروليس يعني لدينا جلوكوز زائد منديلونيترايل الانزيم سي اللي هو منديلونيترايل لايز هيدينا ال командيلونيترايل لائز HCN وهي البيتزيد طبعا البنزل الضهايد ده بيستخدم وانتي كانسر يعني في دي بيت على موضوع انه هو الاميجدالين هل هو بيعمل كنترول لسكل سلانيميا او الخليل المنجلية ولكن في بعض الابحاث بتقول انه ليه انتي كانسر ادراج والبعض الاخر بيقول لا اه مالهوشي يعني ايه في دي بيت عليه هنا ده بتاع العميجدالين اهو زي ما احنا اخدناه لاتفتكره في الجزء بتاع الكالبوهادريتز طبعا ده موجود في البتر الموند طبعا موجود في حاجات تانية اه طبعا الصيناير موجودة في حاجات كتيرة زي الكورنل او الجزء بتاع الفروت او ابريكوت تمام والشيريز والبيرشيز والبالبرز خد الفاكهة ده lle بتطلعque دي تطلع فيه في الصيف اه طبعا الالموند في منه نوعين فيه اللي هو البيتر الالموند السويت والبطر nue mont تمام histó Ав aggressively يعني معنى هستنال البلانتس يعني البلانتس اللي بتنتج نتيجة الهيدروليسي زي مثلا البتا دا الالموند دهو في ميتين وخمسين ملي جرام سيانايد دا ميت جرام بلانتش طبعا تصبر كمية كبيرة في الكثافة في مية واربعة ملي جرام في من مية واربعين لتلتمية وسبعين ملي جرام لكل مية جرام من بلانت ماتيريال طبعا دا سهل جدا ان انت بتجيب اللي هو طبعا دا اويل اللي جاي من وبعد كده الكيك اللي هو باقي بعد عملية العصر تمام بعد كده انا بجيب الالكوليك اروح حط عليه كمية كبيرة من الايتر فهنا طبعا الاميكدالين انسلوبان ايتر فبيطلع على هيئة الكريستاس الهيدروليس اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا اه التلاتة انظيم دول المجموح بتاعهم اسمو ايمالسين دا ميكدشار أوف فيني انظيم او واحد فيهم زي اللي هو الاميكداليز والفرونيز تمام او الهايدرونيترايلايز الثلاثة انظام اللي هو كانوا في السلاد اللي فازلها الاي والبي والسي هما دول المكونين بتوع الامرسيل وكل واحد من دول بيعمل خطوة في عملية الهايدروليسيز زي ما احنا شايفينها حد لما نوصل لبنزلدهايد ويه الافسين طب ازاي انا اعمل اسايل الاميكداليين انا ممكن اعمل اسايل المدنيه عن طريق ايه انت بعمل هادروليسيز وبعد كده بعمل الهايدروليسيز لبنزلدهايد طبعا كلنا اخدنا مع الدكتورة هيبة في جلس الافلاطيب ازاي انا اعمل اسايل للالدهايد عن طريق طبعا احنا ايه قلنا الهايدروليسيز لبنزلدهايد طبعا استخداماته اه وتستخدم كسبايس اه الاميكداليين زي ما قلت لك اه لقوا ان في بعض الابحاث بس ده ابحاث قديمة جدا قال انه هو لتريتميند اوف اه كانسر وبحث التاني طلع في الاخر قال لك لا ده هو اصلا بيعمل اه كانسر والابحاث ما كملتش عليه بعد كده في بعد كده بروناسين ده السكن اللي جاي من البرش الهيدروليسيز اوف اه اللينا مارين اه سوري الاميكدالين اه اه موجود في بعض البارد بتاعة الوايلد اتشاريه اه اه في بعد كده الاليفاتيك اللي هو اللينا مارين ده سيانو جينج لكوسايد اوف الاليفاتيك طيب ولو تفتكروا ده موجود في اللين سيد اللين سيد خلاص ده بتاعه اللينا مارين اه اه ادي الاليفاتيك تشين وماسكة في الجلوكوز اه الهيدروليسيز بتاعه اه بدينا جلوكوز اند اسيتون سيانو هايدرين وبعد كده بتاعمل فيرزر هايدروليسيز بتبدينا الاسيتون والهايدروس يعني اسد البيوروفيكيشن بتاعة من الاتشي ان طبعا بنستخدم الزيت بتاع الكتان او الزيت الحار فلاقوا اني اه بفورد بيروفيكيشن بتبقى في نسبة من السيانايت وممكن دي تبقى اه توكسك فدية بيقولك بتعملها ازاي ان انت بتعمل بويلينج للفيكسد اويل ومن خلال ان انت باسنج من خلال ايه ان انت بتعدى عليه سوبرهيتد ستيم اه ثرو ذا اويل توريموف اني تراثيز اوف ايش سي انا يعني اه بطريقة ره بسيطة جدا ده اه الديكشن او السيانجين اجلاكوز سيعد عن طريق الي هو البيكريك اسيد است او بيسموه noatt ان انت بتillions haven là lambda اللي هو ييد من الحيدروليسيز لو بتكون عندك البيكريك اسيد بيحوله الى بيكريك اسيد تمامع ثمام اه فانت سهل جدا بتجيب فيلتر بيفورد وتravide بدونها بتحط عليها نقطة من البيكريك اسيد وتحطها على تست negotiating يدوب وتسخن فهنا الجلاكوسايد بيتكسر ويدي الـ HCN طبعا عنده جاز يروح عامل ايه بقى؟ يروح عامل البيكريك اسد ويحولها الى بيكريك اسد فهنا البيكريك اسد دونه بيبقى هيلو وبتتحول الى بريك ريد كالر فوجود بريك ريد كالر ده انديكيشن على وجود الـ HCN جاز للمارين ليه مولوصيدة اكتيفتي وبيستخدم يعني شخص اكتش باته ف ويرلائك المستخدمه جلاك أالي فوجودات للمانومة ويقع أن والس strong اهم التف aşk الغالب الشجرز الموجود يبقى عبارة عن بيتا دي وان جلوكوز يونيت او جلوكوبينوزايد ريزيديوز وبتبقى طبعا اتاتشن على الاجليكم من خلال السالفر اتوم من خلال الايه السالفر اتوم طبعا الغالب التاست بتاعها بيبقى كرايد تاست وطبعا الهدروليسز بتاعتها زي ما احنا عارفين بتدينا الجلوكوز بالاضافة الى الايزو سايو سايو سايانيد والايزو سايو سايانيد ده بيبقى جاي من الهدروليسز بتاعت البران ثايو جلوكوزايد دايما في بعض الفاملية بتبقى ريتش ان ثايو جلوكوزايد زي فامل الكريسيفرا اللي هي مثلا زي الليفت والجرجير والفجل ويه تانى وحيات كتير اوه بتبقى فيها زي كرومب برضي والارنبيت والكلام ده كله خلاص اه الانزايم اللي بيعمل هادروليسز اسمهم الميروسينيز انزايم راس وده هو اللي بيعمل هادروليسز السينجرين كمسال ده المين بلاكوسايد او الطائب بلاكوسايد الموجود في البلاكماستر اللي هو براسيكانيجرا فاملين بكوسيفرا بيحتوي على آآ ميروسين انزايم بيعمل هادروليسز السينجرين يراحز هنا ان اوه كنكتد لمين عن طريق الا جلايكون ان هو ده من خلال الاس ايه الشوغر بيدينا بيدينا إن يدينا الآ麼يبي يدينا которое الإيذوセاوسيانات وقُلنا إن القناة الـguyضر لايذو السيوسيانات ده بيبقى بيببنجنت تيساثة بيبشني 1800 هنا الإيزوليشن capitalism إحنا بنجيب الدفاتير البزر أو البوز شمعتieran البلاك مسترد وبتشيل منها الفاة عن قريق البيتروليوم ايثر وبعد كده بتحط عليها بويلنج الالكوين بعد كده بتاخد الاكستراك ده وتحط عليه باديام كولوريات تونيترولايز انفري اسيديتي اند كونسنتريت بيتحول الى سيرابي لكوين بعد كده الجوز اي ده بعمل له بويلنج مع الالكوين في الامية وبعد كده اي ده ترسب مع اي ده ميلرس فاايت وهو زي ما هتشدين ازل مايروسين بالدينر الالايل ايزوسايوسيانيت ده وبتصل هوريجم الصالفيت بالاضافة الى جلوكوز والالايل ايزوسايوسيانيت ده يسموه الماسترد او زيت الخردة الماسترد او زيت الخردة السينالبين اللي هو يبقى جاي من الوايت ماسترد هنا طبعا السيد لي يلوش سموس تيستا ده الفرق بينها من ملاك ماسترد هي بشلونها يعني وايت اخير كده هم يسموها لما معموا الهتروكسيس للسينالبين عن طريق برضي على المايروسينيز انظائم بدبيننا البيتا هدروكسي بينزو بينزاولد ايزوسايوسايو اكليנו او سايوسايونيت والسينبين هيدروجين سالفيت و varit هنا للسينا البين أشكي بها Though its own عن طريق المايروسينيز انظائم او المايروسين يدينا السينابين حيث يكون مستقرينه ، هيدروجين صفيد ، تمام ، السينابين جيداً هيدروجين ، سينابين ، دين السينابك أسيد ، خلية السيئيل ويضعل لدينا كمان كمان ، القولين ، الأكرينايو الآيضوثيوسينيت ده ، عبارة عن أويلي لفيت ، هالفين بانجين تيست وروبفيشنت الروبادي ولكن مروش انه ايه بانجين تيست ، يعني انا ما قدرش هشمه ، لاذا هو رزقته هيكون بانجين تيست ، إتلاكس ده بانجين تيست ، عكس الالير ايضوثيوسينيت بتاع البلاك ماسترد. بتبقى ليها اه بانجينت اه تست. تماما شباب? كما الاستخدامات هما الاثنين بيستخداموا اه البلاك ماسترد بيستخداموا اه بلاسترز از روبو فشاند ان كاونتر اريتاند. احنا قلنا ان روبو فشاند او كاونتر اريتاند. لما يكون في اه بين بوكالايزت في اريا معينة. انت بتحط عليها اللازقه ديه. فاللازقه ديه بتبقى فيها المادة الروبو فشاند ديه. او المهيجة. فبتدود البلاك المنطقة ديه فيحصل منها الهينج. طبعا فيه بتستخدم ك كونديمنت متبلات. لان اه كلنا بنستخدم اللي هو المسطور ده ولا بيسموها ايه دي اللي هدوها اصفر. اه اه يعني اه يعني لو جرعة كبيرة بيحصل منه اه اه ايه. شوцев ترى ذات. مني جلوكودونيات ها. انتي تايرويد انتويتر اه انديوسينج افكت. تمام? يبقى لي انت تايرويد افكت. الايزوسيوسيانيت اه جلالكوسايد. احنا قلنا عليهم دول جلوكودونيات. ودول مبيوتين زي ما قلت لك في بعض أنت تقدمنا الكلوتين بالسائل والمضافة دخلنا واحد بالسينجرين والعباية مصطر ثم تسمعها من المضافة للخلح الكلوتين يسمونها الأورجال والصالفر لذلك يمكننا أن نعتقد أنه تبدو أنه الغلحك والتوم موجودة في الاليامس طيب فيها طبعا الالين في الاسد هالوليسس بيدينا الاليتين دا دايالايل سيوسالفينيت وبعد كده بيدينا الديالايل دايالايل دايالايل ترايسالفايد طبعا كنا عانتين استخدامات رجالك ان هو بيدي انتي هيبرلايبيديميك اكتيبيتي بيقلل الدهون الموجودة في الجسم انهانسيز لبلاد فايبلايبيديك اكتيبيتي بيعمل انتي سرومبوتيك عن طريق ان هو بيعمل انهيبيشن للبلاد ليب اجريكيشن الاليين دا عبارة عن طبعا كوباوند كبير بيبقى عبارة عن بس هو في ايه من ضمن الحاجات ان هو فيه سالفر كونتينين قمين واسد سالفر كونتينين قمين واسد دريباتيبس من الاسايل سيستيين سالف اوكسايد طبعا نستخدم ماته اداءو نستخدم الزارلك للاروما بتاعتو وفيه كفليبر وفي ذلك الانسولين وفي ذلك الانسولين وفي ذلك الانسولين